بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو على قناة صحبة الكروشي معاكو سلوى الفحيم بشرفني جدا متابعياتكو ليه على القناة واكيد طبعا يسعيدني اشتراكك في القناة وده بانك تضايط دوسي على كلمة سابسكايب او اشتراك اللي موجودة باللون الاحمد تحت الفيديو اه كمان هيظهر عندك علامة للجاز اضغطي على العلامة ديت عشان دايما يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بعمله على القناة واتمنى من ربنا التوفيق في كل اللي بقدمه لكم بإذن الله اهلا ان شاء الله عايزيني نشتغل مع بعض شنطة اه بسيطة جدا جدا وسهلة جدا جدا المختلف فيها الحقيقة نوعية الخيط يعني نوعية الخيط اللي هنشتغل بها خيط اسمه خيط الخيش والحقيقة انا اول ما استخدم الخيط ده ولكن اه هو زايف جدا وبيدي نتيجة جميلة جدا اه خفيف جدا يعني الشنطة وزنها بيبقى خفيف جدا اه كمان وفي نفس الوقت بيبقى متماسك فا اتمنى ان شاء الله اعجبكم اه زي ما احنا شايفين كده شكلها استخدمت فيها غوزة الحشو وغوزة النجمة تمام والايد طبعا انا عاملها هنا برضو من نفس نوعية الخيط بس بشكل مختلف هشحالكم ان شاء الله بالتفصيل وهنا انا عاملالها هنا كابسونة بالشكل ده وفيه اكيب بتاعنا جوه زي ما احنا شايفين كده ان شاء الله كل ده هنشحوا مع بعض اه اسناء الفيديو اتمنى من ربنا انها تكون اه عجبةكم يكون شكلها ضعيف اه نبدأ كده ونشوفها نبقى محتاجين ايه عشان ننفذ الشنطة بتاعتنا دي بسم الله هنبقى محتاجين زي ما قلت لكم نوعية الخيط اللي احنا نشتغل بها اسمه خيط خيش بالشكل ده شايفين شكله نوع ما هو فايع فانا هشتغل على فتلتين تمام وهو الحقيقة خفيف جدا يعني ميزة فيه ان هو خفيف جدا وفي نفس الوقت متين جدا وفي نفس الوقت الشنطة برضو بتبقى متماسكة بعد ما بنشتغلها وسعه كويس جدا يعني الشنطة دي هتحتاج كمية خيط حوالي هي متوسطة الحجم يعني مش كبيرة فانا عملها كناموزك بس فاحتاجت مني حوالي من متين ل متين وخمسين جام مش اكتر من كده فمن متين ل متين وخمسين جام تكلفتهم بالزبط حوالي عشرين جنيه مش اكتر من كده برضو فيعتبر السعره كويس جدا وزي ما قلت لكم الميزة فيه انه هو خفيف ومتين وشكله جديد ومميز بصاحة فده الخيط اللي احنا نشتغله وزي ما قلت لك انا هشتغل على فتلتين عشان هو فايع شوية وهشتغل معاي بمقاس خمسة الومينيوم تمام وهنبقى محتاجين ايه عشان كمان نعمل الشنطة بتاعتنا اه فيه كده اللي هو الكابسونة ديت المغناطسية بتبقى دلوقتي موجودة في جلدة كده بتبقى سهل جدا ان احنا نركبها ونخيطها هنا لان طبعا لما بنركبها في الشنطة على طول الشكل ده بيبقى باين من بقى فمتبقاش زايف فالحقيقة دي ها متوفرة عجبتني جدا لو مش ادى او مش اه يعني مش متاحة عندك ممكن هنعمل عروة هنا كده في الشنطة ونركب الزوار هيقدي نفس النتيجة تمام طيب وممكن بقى يعني اكسسوارات زي كده اي حاجة بسيطة كده نزين بيها الشنطة زي ما انا عاملة هنا كده او ممكن تعملي وردة بسيطة آآ بس كده نبدأ بقى ان شاء الله والبطانة طبعا البطانة في آآ نوعية قماشته مخصوص للبطانات برضو تمانها معقول جدا جدا وهنشح مع بعض زي نقص البطانة وناخد مقاساتها ونركبها في الشنطة ان شاء الله فنبدأ الاول بجسم الشنطة ونشوف هننفذها زي بسم الله آآ الشنطة الحقيقة اللي عاملة قاعدة بتاعتها قاعدة دائرية تمام فالاول محتاجين نعمل الداية بتاعت قاعدة بتاعت الشنطة فاول حاجة هنعمل ايه? هنعمل داية سحرية بالشكل ده تمام? هدخل القبار بتاعتي كده واسحب الخيط ده كده وبعدين ابتدي اعمل السلسلة تمام? وهشتغل جوة داية دي ست غرز حشو وهنا عايزة اقولك ان انا هشتغل غرز الحشو بطريقة بلفة الخيط هقولك ازاي لان احنا عرفنا ان غرزة الحشو بتدي شكلين مختلفين باختلاف لفة الخيط هنا انا اتسخدمت اللفة يعني سحبة الخيط اللي هي بتبقى القبرة فوق الخيط ليه بقى عشان تديني شكل هنا? شايفين هنا غرزة الحشو مديني شكل لحظ اكس? شايفين ازاي? يعني حبيتي يكون شكلها كده هتبقى ازغر. تمام? وهنزلك برضو الفيديو اللي انا شرحة فيه الموضوع دوت على الشاشة دلوقتي ان شاء الله. يبقى زي ما اتفقنا هتفقنا سلسلة وهشغل ست غرز حشو. بدخل كده بالابة بتاعتي. تمام? المفروض ان انا الابة بكون تحت الخيط كده واسحب وعمل غرزة الحشو. لأ. انا آآ هشتغل بالطريقة دي اللي هو الابة هتبقى فوق الخيط. واسحب الخيط بتاعي كده. والف الخيط وطلعه من اللفتين كده. دي كده اول غرزة حشو عندي. وهعلمها. اول غرزة حشو. الغرزة الحشو رقم اتنين. بدخل كده في الدايرة بتاعتي. اخلي الابة فوق الخيط. تمام? واسحب الخيط بتاعي. هيبقى عندي آآ لفتين على الابة. ألف الخيط وطلعه من اللفتين. دي كده تاني غرزة حشو. ثلاثة. اربعة. خمسة. ست غرز حشو. بل اسحب بقى اللفة الصغيرة دي عشان اقفل على الغرز بتاعتي. ومش هقفل بغرزة منزلقة ولا حاجة. مش هقفل الدايرة بتاعتي. ما هعمل ايه? انا هشتغل الشغل كله بشكل دائري. يعني آآ بشكل حلزوني. يعني واقع بعض. مش هقفل السطر. بس انا معلمة اول غرزة اهو. عشان قدق السطر الجديد. هشيل العلامة بتاعتي وضع على طول السطر الجديد. من اول غرزة دي. تمام? طيب. فاول غرزة دي. هعمل السطر التاني. هبدأه واعمل في كل غرزة هعمل اتنين غرزة حشو. اسحب الخيط وعمل اول غرزة حشو واحد. اعلمها بعده. عشان دي كده اول غرزة في السطر جديد. وهو رقم اتنين. واحد. وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو كمان. خيط البداية ده خلاص انا سبت وانا شغالة. فممكن اقص زيادة عشان ما تنخلناش. احنا هنا عملنا اتنين غرزة حشو. بعدين الغازة اللي بعدها بضو اتنين حشو. واحد. اتنين. الغازة اللي بعدها اتنين حشو. واحد. اتنين. اللي بعدها اتنين حشو. واحد. اتنين. اللي بعدها اتنين حشو. واحد. اتنين. واخر الغازة هنا اتنين حشو. واحد. اتنين. كده السطر التاني لما هعد الغاز بتاعتي هلاقيها اتناشا غازة حشو. كانوا ستة. عملت تزايد في كل غوزة اتنين هيبقوا اتناشا. مش هقفل ولا حاجة. انا معلم اول غوزة هبدأ منها على طول. السطر رقم تلاتة. السطر رقم تلاتة هشتغل ازاي? الاول هنشيل العلامات بتاعتنا. هشتغل في اول غوزة غوزة حشو واحدة. واعلمها. سوي. اعلمها. تمام? الغوزة اللي بعدها هعمل اتنين حشو. سوي. خلي الايبة فوق الخيط. ما ننساش. واحد. اتنين. وهكزا. السطر التالي كله هيبقى غوزة حشو. والغوزة اللي بعدها هعمل اتنين حشو. واحد. اتنين. غوزة حشو. واللي بعدها اتنين حشو. واحد. اتنين. اكمل السطر رقم تلاتة. في نهاية السطر رقم تلاتة لما عد الغوزة بتاعتي هلاقي عندي آآ تمنتاشر غوزة حشو. تمام? طيب. السطر رقم ما بقعها هعمل ايه? بنشيل العلامات بتاعتنا اللي بتحدل دينا اول السطر فين? تمام? وهشتغل. فاول غوزة هنا هعمل تزايد يعني اعمل اتنين حشو. واحد. اتنين. وهعلم طبعا اول غوزة اشتغلناها. اهيت. تمام? باول غوزة عملنا فيها تزايد يعني اتنين حشو. وبعدين الغوزة اللي بعدها هعمل غوزة حشو واحدة. واللي بعدها كمان غوزة حشو واحدة. يبقى السطر رابع كله هشتغله بالشكل ده. في غوزة اللي جاية هشتغل فيها تزايد يعني اتنين حشو. واحد. اتنين. وبعدين في الغوزتين اللي جنب بعدها بعدها نعمل في كل واحدة غوزة حشو واحدة واحد. واللي بعدها كمان غوزة حشو واحدة. تمام? اكمل السطر رابع بالشكل ده. هعمل هنا اتنين حشو. وبعدين حشو وحشو. وهكزا. في نهاية السطر رابع يبقى عندي اربع وعشرين غوزة حشو. تمام? السطر رقم خمسة. السطر رقم خمسة هشتغله ازاي? في اول غوزة هعمل غوزة حشو واحدة. واعلمها طبعا. مهم جدا ان دي بتحددلي بدايات السطور. يبقى انا كده السطر الخامسة الخامس بدأته عملت في اول غوزة غوزة حشو واحدة. في اللي بعدها كمان غوزة حشو واحدة. في اللي بعدها هعمل تزايد. يعني اعمل اتنين حشو. واحد اتنين. في ربعة بعمل غوزة حشو واحدة. يبقى السطر الخامس كله هشتغله بالشكل ده. غرزة حشو غرزة حشو. تزايد غرزة حشو. تمام? غرزة حشو. اللي بعدها كمان غرزة حشو. وبعدين هنا هعمل تزايد. يعني اتنين حشو. وبعدين غرزة حشو. واقارتين. تمام? تمام كده السطر رقم خمسة. وفي نهايته هيبقى عدد غرز الحشو في النهاية تلاتين غرزة حشو. السطر رقم ستة نبدأ. ونعمل في اول غرزة هنا هنعمل تزايد يعني اتنين حشو. واحد. اتنين. وهعلم اول غرزة. اشتغلناها. هي. تمام? وبعدين هعمل جنبها اربع غرز حشو متتالية. واحد. اتنين تلاتة. اربع. يبقى السطر السادس هنشتغله الشكل ده. بنعمل تزايد وبعدين اربع غرز حشو جنب بعض. تزايد اربع غرز حشو جنب بعض. تمام? في نهاية السطر رقم ستة هيبقى عندي ستة وتلاتين غرزة حشو. السطر رقم سبعة. هبدأ ازاي? هشتغل تلات غرز حشو جنب بعض. واحد واعلمها طبعا. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين هعمل تزايد. يعني اتنين حشو في نفس الغازة. واحد اتنين. وبعدين هعمل اتنين غزة حشو جنب بعض. واحد. اتنين. سويا انا لفيت غلط. واحد. اتنين. تمام? يبقى احنا السطر رقم سبعة هنشغله بالطريقة دي. هنعمل تلات غرز حشو جنب بعض. وبعدين اعمل تزايد وبعدين اتنين غرزة حشو. اقارتين. تمام? في نهاية السطر رقم سبعة هيبقى عندي اتنين واربعين غرزة حشو. طيب نبدأ السطر رقم تمانية هنشتغل ازاي? خلي بلك معي. هنشتغل في اول غرزة هنا تزايد. واحد اتنين. تمام? ونعلم اول غرزة. باول غرزة اشتغلنا فيها تزايد وهاشتغل جنبيها ست غرز حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. يبقى السطر رقم تمانية هنشتغل بالشكل ده. هنشتغل تزايد وجنبيها ست غرز حشو. ونقارتين. في نهاية السطر رقم تمانية هيبقى عندي تمانية واربعين غرزة حشو. طيب. آآ السطر رقم تسعة هنشتغله ازاي? هنشتغل اربع غرز حشو جنبي بعض. واحد. بنعلم اول غرزة طبعا. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. وبعدين هعمل تزايد. يعني اتنين حشو نفس الغرزة. وبعدين جنبها تلات غرز حشو جنبي بعض. واحد. اتنين. تلاتة. يبقى السطر رقم. يبقى السطر رقم تسعة هشتغل بالشكل ده. اربع غرز حشو جنب بعض. وبعدين اعمل تزايد. وعدين جنبيها تلاتة حشو. والوقتي هقرر تاني. اربع غرز حشو جنب بعض. تزايد وجنبيها تلاتة حشو. تمام? آآ تمام كده. في نهاية السطر رقم تسعة. آآ هيبقى عندي عدد الغرز اربعة وخمسين غرزة حشو. السطر رقم عشرة هنشتغله ازاي? بنشيل العلامة بتاعتنا. وبنشتغل. ازبط بس اخير الغرزة دية. تمام? آآ السطر رقم عشرة بنشتغل ازاي? في اول غرزة هنا هعمل تزايد. يعني هعمل اتنين حشو. واحد. اتنين وبعدين اعلم الغرزة الاولى. وبعدين هشتغل جنبها تمن غرز حشو. هشتغل جنبها تمن غرز حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمام? واجع اقارة تاني. هعمل هنا تزايد وجنبيها تمن غرز حشو. تزايد تمن غرز حشو. وهكزا. تمام? يبقى احنا هنا بدأنا وعملنا تزايد. هشتغل جنبها تمانية حشو. اقارة تاني. اه تمام كده احنا هنا وصلنا للساتة رقم عشرة. وفي نهايته هيبقى عندي عدد الغرز هنا هو غرز الحشو. اه ستين غرز الحشو. انا الحقيقة هكتفي بالمساحة ديت من الداية. لان زي ما قلت لك الشنطة انا عملها مش كبيرة قوي يعني زي ما احنا شايفين كده. انت حاب تقبر الشنطة عن كده وتقبر شوية قاعدة. اه هتزويدي سطرين تلاتة زي ما زي ما تحبي. وعشان تعرفي التزايد اللي احنا شغالين به في الداية دي. طبعا احنا ما اشتغلناش بالتزايد العادي. لان التزايد العادي في غرز الحشو. زي ما احنا عارفين بيدي شكل سوداسي. اه انا اشتغلت بالتزايد اللي احنا شرحناه قبل كده كتير. اللي هو بيديني شكل دائري تماما زي ما احنا شايفين كده. فهنزلك ان شاء الله لينك الفيديو اللي احنا شرحنا فيه الموضوع دوت اه دلوقتي على الشاشة. وكمان في الدسكريبشن بوكس. لو عشان لو حبيتي الزاودي اه عدد سطوره تانيين عشان الشنطة تكون اكبر من كده. تمام? طيب. يبقى دي كده اول مرحلة هي قاعدة. زي ما قلت لك انا وقفت عند السلطة رقم عشر. وعدد الغرز عندي ستين غرز الحشو. اه عايزة بس في المرحلة دي كمان اعرف القطر دوت قد ايه. مهم جدا. عشان ما اجي اعمل البطانة هبقى محتاجة اقيسه. فهقيسه دلوقتي افضل قبل ما اكمل بقية الشنطة. فلو لقسنا القطر بتاع الدايا هنا هيبقى حوالي يعني ستاشرة ونص سبعتاشرة سنتي. تمام? يبقى انت برضو هتشتغلي اه الدايا بالقطر اللي انت محتاجها. وبعدين قبل ما تكمل الشنطة تقيسي القطر بتاعها. علشان اه لما نيجي نعمل البطانة بتاعت الشنطة هنحتاج طبعا اه القطر دوت. تمام? يبقى احنا هاخديكم فاكرين معايا ان القطر الدايا حوالي نقول ستاشرة ونص سبعتاشرة طيب هنكمل بقى الشنطة بتاعتنا ازاي? انا هتفع بالجوانب بغزة الحشو برضو. تمام? فهتفع حوالي اه حداشرة سطر غز حشو مش هنعمل بقى تزايا والتاني خلاص. هنفضل تشغالين فوق كل غزة حشو غزة حشو. وخلي بالك معايا لازم تعليمي دايما اول سطر زي ما احنا عارفين احنا ماشيين كده بشكل حلزوني مش بنقفل كل سطر. اه فاشتغل احداشرة سطر غزة حشو. ونجح نكمل مع بعض ان شاء الله. اه تمام كده اتفعت احداشرة سطر غزة حشو. وزي ما احنا شايفين الخط زي ما قلت لكم الميزة في ان هو متمسك جدا. يعني اقوم ان هو يبن ان هو رفايا لكن حقيقة شايفينه متمسك جدا وزايف وخفيف جدا يعني الشنطة خفيفة جدا. طيب نبدأ بقى دلوقتي نعمل غزة النجمة. طيب نشوف بقى هنعملها ازاي? آآ دي اكده اول غزة اللي انا دي ما ببقى معلمها فهشيل العلامة. تمام? خلي بالك معي. هنا دي اول غزة هدخل كده واعمل غزة حشو. تمام? طيب. وبعدين هتفع اتنين سلسلة. واحد اتنين. هاجي هنا عند السلسلة ديت. اللي هي التانية دي. احنا اتفعنا اتنين سلسلة واحد اتنين. في السلسلة اللي هي دي. ادخل بالابرة بتاعتي واسحب الخيط. تمام? وبعدين في غزة الحشو اللي احنا عملناها هدخل كده في اللفتين دي. واسحب الخيط. وفي نفس المكان اللي عملت فيه غزة الحشو هدخل بالابرة بتاعتي واسحب الخيط. والغزة اللي بعدها كمان نفس الحكاية. والغزة اللي بعدها كمان نفس الحكاية. كده بقى عندي كام لفة على الابرة? نشوف مع بعض. اتنين اربعة ستة. هلف الخيط وطلعه من الست لفات كده. مع واحدة. نعملها تاني طيب. احنا عملنا اتنين سلسلة. بدخل كده واسحب الخيط. وهنا في غوزة الحشو. واسحب الخيط. وفي غوزة مكان الغوزة اللي انا عملت فيها غوزة الحشو. وكمان غوزتين جنبها. واحد. اتنين. بقى عندي ست لفات. هلف الخيط وطلعه من اللفات كلها اللي على الابرة بالشكل ده. تمام? وبعدين هعمل سلسلة. دي كده اول غوزة النجمة عندي. طيب الغوزة النجمة رقم اتنين بعمل ايه? بدخل هنا في السلسلة الاخيرة اللي احنا عملناها. واسحب الخيط. تمام? وهنا في اللفة الاخيرة دي. واسحب الخيط. في اخر غوزة اشتغلت فيها. واسحب الخيط. وكمان غوزتين جنبها. واحد اتنين. شوف كده فيه كام لفة على الابرة. ست لفات على الابرة. واحد. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ست. بلف الخيط وطلعه من الست لفات كده مرة واحدة. واعمل سلسلة. تاني غوزة نجمة معين. تاني. اخر سلسلة عملتها. بدخل بالابرة بتاعتي اصحب الخيط. اخر اللفة ديت. ادخل واسحب الخيط. اخر غوزة اشتغلت فيها. والغوزة اللي بعدها. وكمان الغوزة اللي بعدها. وتأكد ان هما ست لفات على الابرة. هدف الخيط بتاعي. واسحبه من الست لفات كده مرة واحدة. واعمل سلسلة. ودي كده غوزة النجمة بتاعتي. جميلة جدا جدا جدا. ومسيطة جدا جدا. هكمل السطر كله ونجح نقفل ستا. اه في نهاية في نهاية السطر بتاع غوزة النجمة هيبقى عندي هنا تلات غوز مش اتنين بس. فنشوف هنعمل اخر غوزة النجمة ازاي? عادي خلص بدخل هنا في اخر سلسلة عملتها واسحب الخيط. وفي اخر لفة هنا واسحب الخيط. تمام? وفي اخر غوزة اشتغلت فيها واسحب الخيط. وفودي بقى عندي اتنين بس. لأ بقى عندي تلاتة. فانا مفيش مشكلة. هسحب الخيط من التلات غوزة كده. تمام? دي كده بتبقى اخر غوزة نجمة عندي. وبعدين الف الخيط وطلعه من اللفات كلها لعلى الابرة بالشكل ده. بس قبل بقى اعمل السلسلة اللي انا بعملها هنا. لأ عشان بس النجمتين دول كنوا قفلين على بعض. هاجي هنا في الغوزة الاولى. بتاعة النجمة الاولى. واسحب الخيط كده وكمان من هنا. شايفين كده? عشان النجمتين يكونوا قفلوا على بعض. طيب السطر اللي بعد كده احنا متفقين معاكم او اتفقت معاكم قبل كده. غوزة النجمة بتكون من سطرين. السطر دوت والسطر التاني بيبقى ايه? نص عمود. فهتفع سلسلة. وهعمل في المكان دوت نفس المكان اللي تفعت منه هعمل اتنين نص عمود. واحد. اتنين. وهعلم اول غوزة نص عمود انا عملتها. اهيت. تمام? طيب. بعد كده في كل مراكز نجمة هعمل اتنين غوزة نص عمود. شايفين ازاي اهو? هنا وهنا وهنا وهنا. هاجي هنا اهو واشتغل اتنين نص عمود. باشتغل ازاي غوزة نص عمود. بلف الخط على الابرة كده. وادخل بالابرة بتاعتي في المكان اللي عايز اشتغل فيه غوزة نص عمود. تمام? اسحب الخط بتاعي. هيبقى عندي تلات لفات على الابرة. الف الخط وطلعه من التلات لفات. ادي كده اول غوزة نص عمود. في نفس المكان كمان غوزة نص عمود. في نفس المكان كمان غوزة نص عمود. تمام? طيب. اللي بعدها ادي اول غوزة نص عمود. وفي نفس المكان كمان غوزة نص عمود. اللي بعدها برف الخطعة الابرة ادخل هنا كده واعمل غازة نص عمود. وفي نفس المكان كمان غازة نص عمود. النجمة اللي بعدها بعمل اتنين غازة نص عمود. واحد. اتنين. وهكزا. كده شكل النجمة اكتمل زي ما احنا شايفين كده. هكمل بنفس الطريقة دي. في كل مركز نجمة. هعمل اتنين نص عمود. واحد. اتنين. تمام كده? السلط اللي جاي هشتغله غاز حشو. فهشيل العلامة اللي بتحدد لي اول غازة. واشتغل غاز حشو. هبدأ هنا من اول غازة اهو وادخل كده واعمل غازة حشو. واعلم طبعا اول غازة. وابتدي فوق كل غازة نص عمود هعمل غازة حشو. عادي خالص. بالشكل ده. تمام? تمام كده ده الشكل بعد عملنا آآ سطر غازة حشو. هنعمل ايه دلوقتي? هنقرر تاني غازة النجمة باستطرين بتوعها. احنا اتفقنا غازة النجمة بتتكون من سطرين. هنقررهم تاني. نبدأ كده مع بعض. هنا بس اعمل آخر غازة تاني. دي كده آخر آآ آخر غازة حشو في سطر ده. هنبدأ تاني غازة النجمة. فمنشيل العلامة اللي بتحدد لأول السطر فين? وهبدأ هنا واعمل غازة حشو. تمام? وهاتفع اتنين سلسلة. واحد اتنين. تمام? وبعدين هدخل هنا في الغازة في السلسلة الاولة اللي احنا عملناها. اسحب الخيط. هنا في غازة الحشو اللي احنا اشتغلناها فوقها السلاسل. اسحب الخيط. في نفس الغازة اللي فيها غازة الحشو اللي اشتغلناها. اسحب الخيط. وكمان اتنين جنبها. واحد اتنين. تعالوا نعيد كده اللفات اللي على الابره هنلاقيها كام لفة? آآ ست لفات. هلف الخيط كده واسحبه من الست لفات كده مرة واحدة. واعمل سلسلة. دي كده اول غوزة نجمة. في السطر ده. تاني غوزة النجمة عقم اتنين. بدخل هنا في السلسلة ديت. واسحب الخيط. في اخر لفة عملناها. اسحب الخيط. في اخر غوزة اشتغلنا فيها. اسحب الخيط. وكمان غوزتين جنبها. واحد اتنين. اتأكد ان هما ست لفات على الابرة. هلف الخيط. واطلعوا من الست لفات كده مرة واحدة. واعمل سلسلة. وهقرها تاني بنفس الطريقة دي. تمام? هنعمل مع بعض اخر نجمة. تمام? هندخل هنا في اخر سلسلة اسحب الخيط. واخر لفة عملناها اسحب الخيط. اخر غوزة اشتغلنا فيها اسحب الخيط. مفروض اتنين جنبها. بس زي ما قلتلك بنلاقي تلات غوز. فباشتغلهم مفيش مشكلة خالص. اتنين ودي التالت. تمام? زي ما لفاتت. وبعدين هاسحب الخيط من اللفات كلها. وقبل ما اعمل السلسلة. هروح هنا عند الغوزة ديت الاولى. عشان اقفل النجمتين مع بعض. يكونوا شبكين مع بعض. تمام? ندخل هنا كده. واسحب الخيط كده. وكمان من هنا. شايفين كده النجمتين اقفلوا على بعض ازاي? وبعدين زي ما عملنا برضو ما اللفاتت بقتفع السلسلة. وبعمل اتنين غوزة نص عمود في نفس المكان. واحد. اتنين وبعلم اول غوزة نص عمود. عشان دي اول غوزة في السطر الجديد. وزاي برضو ما اشتغلنا السطر التاني من النجمة. في كل مركز نجمة بعمل اتنين نص عمود. الشكل ده كده. واحد. اتنين. مركز النجمة التانية. التانية. بعمل غوزة نص عمود. وفي نفس المكان كمان غوزة نص عمود. وهكذا. بكمل السطر كله بالشكل ده. واحد. اتنين. عشان صغير عشان النجمة بتاعتنا شكلها يتكون ويكتمل ويتبقى بالشكل ده. تمام? طيب هكمل غوز النص عمود بتاعتي كلها. وكمان آآ هاجي واقفل معيك واستطر ده ان شاء الله. آآ تمام كده الشنطة بتاعتنا زي ما اتفقت معيك وعملنا كمان آآ استطين غوزة النجمة. اللي هنعملو دلوقتي اننا هتافع فوق آآ غوزة النجمة ديت. يعني عملنا غوزة النجمة. استطر اول فيها وعملنا اتنين غوزة نص عمود في كل مركز نجمة. هنهتافع بعد كده حوالي خمس او ست سطور غوز حشو. عادية خالص. تمام? آآ هاشتغلهم ان شاء الله ونرجع نكمل الشنطة بتاعتنا. آآ تمام كده انا اشتغلت بالضبط خمس غوز آآ خمس سطور حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهتافي برضو بالطول ده بالنسبة للشنطة. آآ فاضل بقى استطر الاخير وهنعملو غوز منزلقة. عشان هنا بس يكون الجزء ده متمسك نوعا ما. فهنعمل ازاي الغوز المنزلقة? هنشوف مع بعض. خلاص دي كده اخر غوز ده اهيت. تمام? بحب برضو عاملها تاني لانها بتوسع شوية. اخر غوزة حشوة اهيت. تمام? هنشيل بقى العلامة بتاعتنا اللي بنعلم بيها دايما السطور. وهنعمل غوز منزلقة. هنشوف مع بعض تتعامل ازاي? هدخل كده بالابرة بتاعتي. هنا اول غوزة اهيه. واسحب الخط من هنا وكمان من اللفة على الابرة كده على طول. تاني بدخل كده في الغوزة. هسحب الخط من هنا وكمان من اللفة على الابرة. دي كده اسمها غوز منزلقة. بدخل آآ من غير اللفة ولا حاجة. في الغوزة. واسحب الخط منها. وكمان من اللفة على الابرة على طول كده. تمام? بالشكل ده كده. شايفين? هتدي هنا تماسك كده للحافة بتاع الشنطة. هكمل. آآ تمام كده. انا بقى هقص الخيط. واسحبه بالشكل ده كده. وابعدين هلضمه في الابرة. تمام? وبعدين هاجي هنا عند الغوزة التانية ديت. هتخل كده بالابرة بتاعتي. واجع تاني هنا. بادخل بالطريقة دي كده. واسحب الخيط عشان تتكون عندي نفس شكل الغوزة. زي ما احنا شايفين كده. تمام وبعدين. هسحب الخيط وابتدي. وابتدي هنا من خلف الشغل ادخله بين الغوز كده عشان اسبته. على قد ما اقدر طبعا بدخله. عشان خاطر اسبت الخيط. زي ما احنا شايفين كده. اه تمام كده تعتبر الشنطة نوع ما آآ خلصت الجسم بتاعها خلاص. لو تلاحظوا انا الشنطة هنا اشتغلت القاعدة وبعدين اشتغلت آآ آآ احداشر غوزة حشو. بعدين الغوزة النجمة. بعدين خمسة حشو. وده عكس اللي انا عملا في الشنطة الاولى هنا. هنا كنت اشغالة الاول بعد القاعدة خمسة حشو. بعدين غوزة النجمة. وبعدين هنا تقريبا عشرة او حداشر آآ غوزة حشو. حبيت بس يكون في شكلين مختلفين وتختار من من خلالهم نفس الطريقة بس مع اختلاف فواز الحشو فوق وتحت. تمام? طيب. يبقى احنا كده خلصنا الجسم بتاع الشنطة. فاضل عندنا زي نقدر ناكد نقص البطانة ونركبها. وكمان نعمل ايد الشنطة. هنعملها ان شاء الله بشكل مختلف زي ما احنا شايفين هنا كده. تمام? عشان تنناسب مع شكل النجمة. او طبعا زي ما تحبي. هيبقى اختيار اليد ده يرجع لك طبعا. فان شاء الله الفيديو الجاي بقى هنكمل بقية الشنطة بتاعتنا. هنعمل البطانة ونخيطها. ونشوف هنعمل اليد ازاي. وكمان نركبها ازاي في الشنطة. اه اتمنى من ربينا ان شاء الله يكون الفيديو النهار ده عجبكم. اشتغلوا الشنطة بتاعتكم واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله نكمل مع بعض. اه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.